ما هي فوائد العنب الاخضر؟ العنب الاخضر فاكهة صيفية سكرية لذيذة ولها العديد من الفوائد وساد الاعتقاد قديما ان العنب يحتوي فقط على السكريات وفي الحقيقة انه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الاخرى كالفايتامينات وعلى نسبة عالية من الماء فما هي فوائد العنب الاخضر؟ اولا الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب اظهرت دراسة نشرتها جامعة ميشغان الامريكية في عام 2008 انه من الممكن للعنب ان يقلل من فرص حدوث امراض القلب وارتفاع ضغط الدم لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الاكساد الطبيعية ثانيا الوقاية من مرض السكري لقد اجريت دراسات تشمل عدة دول لمعرفة تأثير استهلاك حصص من الفاكهة على مرض السكري حيث ضمت انواع من الفاكهة من ضمنها العنب وشملت هذه الدراسة كل من الجنسين الرجال والنساء وبعض من المصابين بمرض السكري وامراض القلب والسرطان وتبين ان استهلاك ثلاث حصص اسبوعيا من العنب يقلل خطر الاصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 7% ثالثا الوقاية من الاصابة بالسرطان نظرا لان العنب غني بالرسفيراتور فان لديه قدرة محتملة على منع حدوث السرطان او وقف انتشارها مثل سرطان الثدي وسرطان الكبد وسرطان المعدة وسرطان الغدد اللنفاوية رابعا تزويد الحمل بالعناصر الغذائية احدى فوائد العنب الاخضر ان تناوله يزيد المرء الحامل بالعديد من العناصر المهمة لحدوث التغييرات البيولوجية خلال الحمل والوقاية من الالتهابات ومن هذه العناصر فيتامين كاف فيتامين جيم الالياف مضادات الاكسادة حمض الفوليك الاحماض العضوية البيكتين خامسا التخلص من الامساك من فوائد العنب الاخضر ان تناوله قد يساعد على التخلص من الامساك لانه غني بالماء والالياف سادسا الحفاظ على صحة العين بالرغم من ان الالية لا تزال غير واضحة تماما الا ان الفرضية تقوم على الاعتقاد بان العنب يعمل على الحفاظ على صحة العين نظرا لاحتوائه على مضادات الاكسادة مثل اللوتين والزيكثانسين سابعا معالجة حب الشباب دعا الدراسة مخبرية ان العنب من الممكن ان يساعد على معالجة حب الشباب نظرا لاحتوائه على ثامنا تنظيم الوزن اذا كنت تتبع حمية غذائية لتنظيم الوزن فان العنب الاخضر كغيره من الفواكه مصدر معتدل للسكريات الحرارية ثامنا تنظيم الوزن اذا كنت تتبع حمية غذائية لتنظيم الوزن فان العنب الاخضر كغيره من الفاكهة مصدر معتدل للسعرات الحرارية حيث أن الكوب الواحد من العنب الأخضر يحتوي على ما يقارب 104 سعر حراري وهكذا أعزائي أنهينا لكم فوائد العنب الأخضر إذا أعجبكم الفيديو لا تنسى بدعمنا بلايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد دمتم برعاية الله